إن الأهل يبتتبع مدرسة إدمت وهي عدم الرد وعدم الظهور والدليل إنه حضراك بقى لك ثلاث سنين عدو مجبس إدارة ما ظهرتش خالد مرتاجي جالي مرة السيد العمري فاروق جالي مرة درنداري جي مع سيف مرة زي ما أنت قلت زهورك عزيز وده مطلوب لكنه عدم الرد وعدم الظهور بهذه الطريقة برضو ما هو صعب شوية الدنيا تغيرت زي ما حضراك قلت في حاجة مهمة جدا إنه زمان كان المدرق قادر على الرد وقدر على الدفاع عنك الآن مفيش مدرق سوشيال ميديا ما باخدهش حاجة رسمية موقع الرسمي كالترخيره بيشتغل وبيصدر بياناته بيعمل شغل ومحترم لكن في النهاية ظهور عدم مجلس إدارة قناة النادي الأهلي بتفتتح برئيس النادي بيلقي قلمة صغيرة كانت الناس كلها متخيلة إنه في لقاء حيبقى موجود وده مهم مؤتمرات صحفية مثلا كان بيجأ لها كابتن صالح سليم بيغيب فترات لكن بيلجأ لمطعمر صحفي بتعتمد إنه مثلا بيبقى في لجنة تخطيط مع الكورة كابتن رؤوف مع لعبات أخرى ده عدم الزور وعدم الرد ده شايفوا سياسة لسه قائمة ولا لابد إنها تتغير يعني ممكن تتعدل وعشان كده أنا موجود معاك النهاردة وعشان كده سبعاً ثلاث سنين يعني مرضو ما أنت مش لازم إنك إنت النهاردة عشان الوضع اختلف وبقى الهجوم جامد أو بقى المساح موجود أنا كده تتغير طريقتك وتبقى عدد 24 ساعة أحياناً بتبقى مطالبة أن تتغيرها عندك متحدث رسمي عندك مدير تنفيذي بيرود بشوفه أولاي المتحدث الرسمي عندك مدير تنفيذي بيرود عندك قناة نادي بترود لكن زي ما بقول لك لكن في النهاية مش مش هتقدر تجاري اللي بيحصل أنت بتصلك الطرق القانونية بتاعتك شغال بميور دي الله بالأمور اللي أنت تقدر عليها لكن ما تقدرش تخش في المعركة اليومية اللي بتحسن ده ضعبة صعبة جدا لا 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 محدش يقدر تخش في المعركة يومية لكن ممكن آه تظهر أنا كنت ناوي آخر مرة آخر حوار ليا كان قبل الانتخابات بحوالي أسبوع أو عشر تيام و أنا طالع أنا المفروض أعمل حوارات تانية بس أنا قلت أنا الحمد لله عملت تلات حوارات كانوا كويسين أنا قلت بني من نفسي الحوار اللي جاي إن شاء الله هيبقى لو ليا عمره و هنزل الانتخابات اللي جاي هيبقى الانتخابات اللي جاي للوقتينة معي فده معنى إحنا شايفين إن إحنا محتاجين نطلع نقول إحنا عملنا إيه لأن زي ما بقولك في الآخر إنت محطوط في زاوية الخناءة بتاعة الكورة والضغط بتاعة الكورة فإنت محتاج تطلع نادي الأهلي كده لما بالكورة دايما فيها أي مشكلة وللأسف هي ما فيه يعني ممكن نتكلم بالصفات عن النتائج والكلام ده كله طبعا لكن في النهاية أنت محطوط في كورنر مشاكل صغيرة بتخليك مش قادر تبرز حاجة بتخليك قاعد النهاردة في موقف دايما دفاعي فده اللي خلينا نبدأ نطلع زي ما أنت قلت من شهرين ثلاثة طلع معاك خالد مرتاجي وطلع العمري فاروق وطلع خالد درندالي بارح طريق كان موجود وبيت أعضاء المجلس تباعا هيطلع ترجمة نانسي قنقر